منتداية أطلقتها الحكومة الموريتانية بداية الشهر الجاري لتنصيق العمل الحكومي بعد سنوات من ضعف الأداء الإداري وغياب التنصيق بين القطاعات الحكومية ما أدى بحسب مراقبين إلى نتائج سلبية للأداء الحكومي وشكل عقبة لنجاح مشاريع الدولة وبحسب الحكومة الموريتانية تنطلق الفكرة من الحاجة إلى توفير شروط بناء دولة تستجيب لتطلعات مواطنيها وتغفر لهم الخدمات الأساسية من خلال تطوير أساليب العمل ومهارات التنصيق والتنبؤ والتوقع والمتابعة الإدارية والرقابة والتقييم ومواجهة كل المواقف والطوارئ أهداف تسعى الحكومة لتجسيدها في ظل تذمر العديد من المواطنين من مستوى الخدمات المقدمة خاصة في مجالات التعليم والصحة والجوانب الخدمية وسط الحديث عن جهود رسمية لتحسينها وتقول الحكومة الموريتانية أن الجهاز الحكومي بحاجة إلى تنصيق عمله بعد سنوات من حياده عن ذلك وضعف أدائه ضعف دفع الحكومة الحالية إلى إنشاء مستويات هرمية جديدة للإدارة ستشمل السلطات الإدارية والمحلية وهو ما يعني بحسب مراقبين محاولة لأكبر عملية بناء إداري عرفته البلاد يهدف لهيكلة المؤسسات الرسمية من جديد بعد فشلها